السلام عليكم مشاهدين مرحبا بكم في هذا الفيديو نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى اخير ونتمنى ان شاء الله نكون عند حزن ظنكم واليوم عندي كيب ما كتشوفوا عندي وصفة للغولد ما اللي بغى يزيد في الوزن على هذا الشكل عندي وصفة طبيعية كنعرفون فوائد ديالة وفواكه اللي فيها اللي موجودة فيها تتابعوا معايا الاخر الفيديو تشوفوا فو وفيديو اقتر كلماشته باش تعرفوا ولا نشارك معكم الطريقة والمقادر على هالشكل مصلوع للحبيب عليه الصلاة والسلام بسم الله عندي ثلاث ولا اربع كؤوس حسب الضوء ديالك اختي ديال سكر حبيبات ولا اخي عندي اربع كؤوس سكر حبيبات عندي ثلاث كؤوس عصير برتقال عن هذا الشكل نفس الكاس اللي وزننا به سكر حبيبات الفواكه ديالنا كيلو خوخ طازج البانان كيف ما كتشوفوا ثلاث بانانات طازجين طيبين مزيان كنديرو كيف كشفتو زبيب مغسول ومنقي وطمار كلنا كنعرفوا الفواكه ديال الثمار وديال الزبيب ما شاء الله الحمدلله اغاني وربي ارحمنا بهذا الفواكه اللي كتصبر طول العام وكيف تابعتو معايا عادي الاناء ديالي عادي نديرو فوق النار نحتاج لي ونقص النار ونخليها مفتوح كيف انك تشوفوا الاناء ديالي يبقى مفتوح باش يتشرب هاداك الماء باش الوصفة ديالي تصبر ديالي زجاجات وتصبر لأكتر مدة وعن هدا هو القوام اللي كي يجي به هدا المربا ولي اسميوه كي بغيتو انا كنسميه وصفة فهي اللي الغلد فعالة وكين نكسليه ديالي ماشي بأمكاني نكسل لنعن بش مكسور ماشي مشكلة خلي هكك ويبالصح ورح هذا هو القوام ديالي اللي اعطاني هاد المقدار اللي درت وما تعتمدوش غير على هاد الوصفة ولا وصفة اخرى دائما خصنا نعسو مزيان ونكلو مزيان من كل شي هادو من الفواكه اللي درت في هاد الوصفة هادا كيفنا كتشوف وكل شي مغسول من النقي بطريقة صحيحة على هاد الشكل باش نعارفو شنو كلينا وشنو عندنا شنو طيب نولا دي ناكلو وبالصحة ورحة وما تنسوش اللي استبتو من هاد الفيديو وشتهي لايق بكم خليولي لايك للفيديو وبرطا جيوه مع الاسطيقات ديالكم واشتركوا في القناة مازالة ان شاء الله معكم على الوصفات الموجرابة وشكرا لكم على المتابعة وما تنسوش زر الجرس فاعلوا انا محطيتش غير هاد الوصفة هاد عندي وصفة اخرى قبل هاد في القناة دخلوا عندي القناة وشوفوا هادكش الفيديوات اللي دازوا وان شاء الله مازالا نحط لكم فيديوات اخرين حيث الناس بزيب بزيب كيتلبوني باش نحط لهم الوصفة ديال الغلب طبيعية على حسب استعملوا بزيبت يلا المواد وضرت لهم الصحة وانا كنحاول انا ذاك نجرب الوصفة وعاد كنعطيها الاخوات والاخوان يعني تبارك الله دبحته الرجال راكي بغيوا الوصفة بحال هدي حقاش كيتعبوا كيعراقوا يعني كيخرجوا الطاقة ديالهم من الاحسن يستعملوا حاجة طبيعية وبالصحة والراحة وانتمنى ان شاء الله نكون فيتكم بشي حاجة هاد الوصفة حتى هات اللاجة وكل نهار جبت غير ما تاكل ويستفسار اي اسئلة جاتكم على البيت خليوا لي في التعليقات وانجاوبكم ان شاء الله وانتمنى نكون عند حوص نظنكم وشكرا لكم بكم انا بالصحة والراحة الى فيديو اخر اشتركوا في القناة